اهلا ومرحبا بكم أعزائي المشاهدين وأنا ألتقيكم في حلقة جديدة برنامجكم حديث عراقي في هذه الحلقة والحلقتين اللي تتبعها في هذا الأسبوع لابد من أن نتحدث عن الذي حصل ولماذا حصل خلال الأسبوع الماضي وأقصد تظاهرات التيار الصدري وما حصل بعد ذلك من موجهات بالرصاص وانسحابهم من المنطقة الخضراء وعودتهم إلى بيوتهم وانتهاء كل هذا حقيقة الموضوع يعني ليس جديداً ولم يكن مفاجئاً أو غير متوقعاً مقتدى الصدر انسحب من العملية السياسية وعاد إليها خمس مرات فليس جديداً أن ينسحب ويعود أن يلق مكاتبه ويلغي كل شيء ويعود أن يتظاهر ويعني يرفع شعارات كبيرة جداً تتحقق في هذه التظاهرات وإذا بهذه التظاهرات تنتهي يعني بتسويات وبترضيات لكن هذه المرة ربما اختلفت بعض الشيء وسنتحدث ما الذي يجعلها مختلفة عن غيرها منذ يعني منذ الانتخابات مرسومة بالانتخابات المبكرة في تشرين أول عام 2021 عام الماضي قبل نحو حوالي عشرة أشهر أو أكثر يعني نعم منذ ذلك الوقت لغاية خروج التظاهرات قبل نحو أسبوعين كانت الأوضاع تشير إلى أن خطوات التصعيد تزداد وتدفع باتجاه التشنجات واتجاه احتمال وجود مواجهة بين من ومن طبعاً دائماً علينا أن نقول أن العملية السياسية دائماً وهذا هو الأساس في كل ذلك أن هذه العملية السياسية التي جاءت للعراق بكل المآسي وكل الضيم وكل مخرجاتها فساد وقراب ودمار وطائفية وتنزيق وتشديد للشعب هذه العملية السياسية أسست من قبل الاعتلال الأمريكي وبما فقط الاعتلال الإيراني وبدعم منه ورضا وسعادة منه على أساس المحاصصات الطائفية والعرقية لكل إنحصاص داخل هذه العملية السياسية وكل القوى التي رضت بهذه العملية السياسية من عام 2003 لحد اليوم بدءاً مجلس الحكم اللي شكل أبوالي بريمار الحاكم الأمريكي السيد السيد لعد هذه اللحظة واللي قال بيها 13 شيعة وخمسة سنة وخمسة أكراد ومعرف واحد تركماني وواحد ما هذا المسيحي خلط الديني بالطائفي بالعرقي بطريقة غريبة عجيبة حتى بتقسيماتهم يتحدثون عن العراقين يتحدثون هلقى الشيعة وهلقى السنة هلقى أكراد الأكراد عرق قومية والشيعة والسنة مسلمين يعني يعني مجرد مجرد مذاهب فهم لا يجمعون بين أشياء متشابهة أشياء متباعدة لكنهم يحاولون التضليل والتمويه بها وقبل بها من قبل ووجد فيها مصالحة وقبل بهذا وجاء هذا الدستور المسخ ليؤكد كل هذه وليعطيها شرعية وشارعها زائفة عموماً في داخل هذه العملية السياسية من البداية من تأسيسها كان موضوع الصراعات هو الأساس وصممت على أساس الصراعات لكل قوى مساحة معينة مكاسب معينة امتيازات معينة كراسي معينة مناصب معينة والكل مع مرور الوقت يزداد قوة يزداد قوة مالية ويزداد قوة تسليح ميليشيات وعندما يزداد تزداد قوته المالية والعسكرية يفكر في التوسع وإذا ما أراد أن يتوسع يجب أن يتوسع حساب الغير داخل العملية السياسية فيدفع بالطرف الآخر بالبداية كنا نشهد صراعات وطائفية وإعلانات طائفية وسنة وشيعة وقتال ووصلت إلى حالة مزرية وخاصة بعد تبجيرات سامراء 2006 والكل يعرف أنه إيران قامت بيها لكن مع ذلك مرت لأغراض معينة للوصول إلى نتائج معينة بعد كل هذا وصلوا إلى حالة وخاصة عندما انخفضت أسعار النفط يعني ربما في عام 2017 قبلها بدت الأسعار تنخفض وبعد ذلك ارتفعت عندما انخفض سعار النفط وصلت إلى حالة أن هذه ما يسمونها دولة وهي ليست دولة الحقيقة غير قادرة والحكومة غير قادرة على أن توفر حتى يعني المبالغ الخاصة لرواتب الموظفين والمتقاعدين بدأت تستدين من الخارج والداخل لكي تكمل ما يعني ما يجود عليها النفط النفط يبيعه وصل سعر البرمير ربما عشرين أو اثنين عشرين أو أقل فبالتالي المبالغ لا تكفيه كانوا يستدينوا من الخارج ومن صندوق النقد ومن دول ومن كثير ومن الداخل ويدفعون الرواتب ويدفعون لا يستطيعون أن يفعلوا أي شيء هذا الموضوع أشعر كل القوى العملية السياسية قواه التي صممت يعني التي وجدت لجل المكاسب على أنه هناك المكسب المالي بدأ يقل ويجب السيطرة ويجب الاستحواذ ويجب التمدد هذا واحد من العامل والعامل الآخر أنه دائماً ما كانت هذه القوى التي في العملية السياسية تحاول أن تثبت كل كل فصيل من هذه الفصائل الموجودة كل مجموعة من هذه المجاميع الموجودة في العملية السياسية تريد أن تثبت للرعاة والرعاة الأساسيين هم أمريكا وإيران وبالذات الإيران يريد أن يثبتوا أنهم هم الأجدر والقيادة هم الأجدر في قيادة هذا القطيع كل اللي بالعملية السياسية فبالتالي قوى العملية السياسية وأقصد هنا القوى الحزبية التي تدعي الانتماء لما يسمى البيت الشيء هذه القوى بعد أن انتهت من كل شيء كان هناك شعور لدى كل قادة هذه المجاميع وهذه القوى التي داخل العملية السياسية لأن كل كل مسؤول عنهم يشعر أنه هو الأجدر وهو الأكثر قدر على قيادة هذا القطيع وهجرت كثير من المنازعات والكثير من المشاكسات والكثير من الصدامات بسبب هذا الموضوع وهذا ليس جديدا يعني نعود إلى سنوات طويلة نرجع إلى 2009 وغيرها والمالكة عندما اصطدأ بالتيار الصدري ورح للبصرة وهذه قضية أموال وقضية مكاسب وقضية موانئ ومخافر حدودية ومعرف شنو ومنافذ حدودية ومصائب كبيرة أموال كبيرة جدا جدا ومطارات وجيش وشرطة وقوى أمنية وسلاح ومخدرات قضية كبيرة فبالتالي هكذا طلع ثورة تشرين عام 2017 وأسقطت كل هذا الفكر لأنه كان يعتقدون وكان يؤكلون أن الحاضنة الشيعية هذه تتبنى فكرنا وإذا بالشباب الصغير هذا الشباب اللي كان يغذونه بالطائفية بقوة خرج ضد الطائفية وعابر للطائفية وكاره لهم وحرق مقراتهم وحرق عزابهم في كل مناطق الجنوب وكفر بهم وطالبهم بالرحيل عن العراق وطالبه بالوطن وإذا بهم أمام مفاجأة كبيرة جدا جدا واجهوها بالرصاص وقتلوا أكثر من ألف من الشباب العراقي وجرحوا حوالي ثلاثين ألف وتدخلوا التيار الصدري وأصحاب القبعات الزرق ومعرف منه والسلام وبالتالي مقلبوا عليهم وعادة الأمور كما كانت واضطر ثوار تشرين الانسحاب إلى بيوتهم أو إلى مناطقهم خوفا من هذه الملاحقات والاغتيالات والقتل وجاءت هذه الانتخابات وجاءت بحكومة مصطفى الكاظمي وقالوا أن هذه حكومة مستقلة والكاظمي كان يؤشر على أنه جاء من رحمة الثورة والثورة ليس ثورة تشرين براء المهم الحقيقة تفقوا على أن يكون شخصية هناك يعني تحفظ العملية السياسية وتحفظ مسيرتها فلذلك جاءوا به وكان ما كان ربما علينا توقف هنا وفي الحلقة القادمة أكمل الحديث عن ما جرى وصولا للحظة التي نحن فيها أترككم بخير أعزائي المشاهدين ولتقيكم في حلقة الأخرى وعلى ذلك أترككم الله والسلام عليكم